السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلبة التعليم الصناعي تخصوصات معمارية الصف الثالث اهلا بكم وبرنامج في بيتنا مدرسة النهاردة هنتكلم مع بعض في مادة حساب الانشاءات مادة حساب الانشاءات بالنسبة لطلبة الصف الثالث بالنسبة لطلبة الصف الثالث تعتبر مادة جديدة عليهم وده مكمن اللي يخوف منها او تردد الطلبة منها بالعكس هي مادة سهلة جدا وجميلة جدا وممتعة جدا عشان بتمس كل جوانب الحياة المعمارية حوالين مننا بمعنى قبل ما نخش ندرس المادة او نعرف اما وضعها او نترك لموضوع اليوم الاول لازم نعرف ان كل مادة احنا بناخدها في التعليم الفني الصناعي لها هدف مرتبط بمطلبات العمل خارج الدراسة بمعنى لو جاءنا نبص مع بعض على مرطلبات او الاهداف من دراسة مادة حساب الانشاءات اول هدف عندنا ارتباط او مادة ارتباط مادة حساب الانشاءات بالخرصانة وارتباطها بمعانات الامان للمنشاءات تاني هدف عندي القوانين الحاكمة والخاصة بالمنشاءات واهميتها في المجال المعماري لان ما فيش عندي عنصر انشائي او عنصر معماري بتعمل بحزبة قاعدة لا ده له قانون له قاعدة له حسابات بيتوقف عليها معاملات امان المنشاء نفسه ومدى مقاومته للمخاطر والزلازل الطبعية وفي نفس الوقت برضو بيحدد معايا مدى تحمل المنشأ وطبيعة عمل المنشأ بعد كده عندي العلاقة بالعناسة الانشائية وبعضها بمعنى ما فيش مسلا حاجة اسمها كاميرا تتعمل ستين فاربعين لوحدها والمنشأ عندي كله على بعضه دورين يبقى كده عندي هدر في الاقتصاد بتاعي بعد كده عندي من ضمن برضوك الاهداف وارتبات معامل امان بتساعد المهندسين والفنيين في دراسة النظرات الهندساء المختلفة ايه هي النظرات الهندساء المختلفة ما فيش عندي هيكل او عنصر انشاء معماري بتعمل لمجرد انه يتعمل وخلاص لا لازم له نظرية لازم له معاملات هو بيشتغل عليها بعد كده حساب التصنات وحساب ابعاد القطاعات وطريق التسلحة طريق التسلحة ايه طريق التسلحة عشان حساب الانشآت بيعتمد عندي او هو العنصر الاساسي لتحديد حريط التسليح واماكن الشد والقص واماكن المقاومة بالنسبة للكاميرات والاعمدة والاواعد مع دراسة التربة معانا برضو حساب الانشآت ماشي مختصة بالخلصانات بس لأ تبتخش معاي في الانشآت المعدنية والانشآت الخشبية ماشي انشآت خلصانية بس بتعدى معاي لجميع الانشآت اللي فى قطاعات عندنا عندنا برضو لو جنا نكمل هتلاقي معاك اه حاجة اسمها جدوى المشروع ايه جدوى المشروع مفيش اي مشروع بتعمل بدون دراسة جدوى اللي بنسمى حساب تكاليف المشروع ايه حساب تكاليف المشروع ان هعمل مثلا عمارة هعمل فيلا هعمل اه مدرسة لازم اكون عارف انا هستغل اشتغل عندي قطاعات ايه حسب النظرات اللي احنا شغالين عليها ما بتسبش مجال التخمين بتسبش مجال التخمين اللي هو الحمل التسليح في معايير حكمة للمشاءات في معايير حكمة للقطاعات المعمرية تمام في برضو عندنا لو جنا نكمل بتعمل على توفير او اقتصاديات المشروع يعني ما فيش حد يجيب مقاول يقولك المشروع تكلف مليون وما تيجي تشتغل على الحسابات الهندسية تلاقي تكلف خمسمة الف دي بنسمها تقديرات غير مبررة والنهاردة هنحتاج او هنتعرض لأول موضوع من مواضيع مات حساب الانشاءات ودوت هيتوقف علىها كتير كتير جدا احنا محتاجينها مركز السقل او مراكز السقل الاشكال الهندسية ايه هي مركز السقل قبل اي موضوع لازم نعرف ايه هو مركز السقل هو نقطة من الجسم يمر بها خط عمل وزن الجسم دائما ومهما اختلف وضع الجسم الفراغ ويرمز لها بالرمز مين تب ماشي ده التعريف ايه الهدف منه احنا عندنا فيه عندنا دايما في الاسطل العميقة حاجة اسمها الخوزيق الخزوق ده في عندي منه حاجة اسمها خوزيق جهزة او عند حوائط جهزة اما بجي انقلها من مكان الصب بتاعها لمكان التنفيذ او مكان عمل بلاقي عندي لازم احسب العمود دوت او الخزوق ده او الحطة ديا هيتتشال من انهي مكان مركز السقل المناسب ليشيلها وينقلها فين بالزبط بمعنى لو انا جيت اشيل او انقل عنصر انشاء دوا في غير او من مكان غير مركز سقله بيحصل له تصدعات وقد يحدث انهيارات دا بنبس عندنا الاشكال الهندسية اول شكل عندها بيقابلنا القضيب الرفيع عندي حاجة اسمها قضيب منتظم اللي هو عمش زي الكامراء الكامراء الحديد ده مركز السقله منتصفه تماما منتصفه ايه تماما فعندي مجموعة من الاشكال الهندسية مركز سقلها هي منتصفها التام غير للقضيب عندي لو جنا نبس اند bleibt عندنا المربعة عندنا المستطيل عندنا المعين عندنا متوازي المستطيلات نشوف كده شكل المعمله ازاي بمركز الصقل. هذا عندنا مثلا المربع. مركز الصقل في المنتصف. المستطيل. نفس الوضع. بنوصل تلاقي القطورين بتاقه. ومركز الصقل بيكون عندي في المنتصف. عندي برده مكتززل المستطيلات. نفس الوضع بتاعه. مركز الصقل في المنتصف. المعين. نفس الوضع. مركز الصقل في في المنتصر. عندي برضو الدايرة مركز الصقل بتاعها هو مركزها الهندسي. هو مركزها ايه? الهندسي. ده بالنسبة للاشكال الصريحة او بيجي لنا في المسائل على اسم صفيحة رقيقة منتظمة السمو. صفيحة رقيقة منتظمة ايه? السمو. من ضمن برضو الاشكال الهندسية اللي عندنا بنعرفها. عندي حاجة اسمها حلقة دائرية منتظمة. ايه الحلقة الدائرية المنتظمة? هي عبارة عن دائرتي اما تداخلتين ده مركز pourquoi لهم نقطة مركزهم الهندسي او نقطة المركز الهندسي لهما. بعد كده المثلس. المثلس عند له حالتين. المثلس بالذات عند له حالتين. الحالة الاولى لو المثلس المثلس غير قائم الزاوية. المثلس غير قائم ايه? الزاوية. في الحالة ديه بنقسم بنقسم الاطلاع بتاعته لندسطين بالظبط. ونبدأ نوصلهم ببعض. من ناحية الارتفاع ومن ناحية الرأس السفلة. في الحالة دية مركز ثقل المسلس بيسوي نقطة طلاقي الخطين النتيجين عنده. ولو جاي نحسبها بطريقة تانية هتلاقي عندك ان المسلس مركز ثقل وبيساوي التلت من تحت والتلتين من فور. لو جاي نبص لرسم عندنا هنا كده هتلاقي مركز ثقل ميم. الف ميم بتساوي تلتين الف دال. وهتلاقي بعد منها عندك ميم دال لنحية القاعدة? هتسوي تلت الف دال. ده في حالة المسلس غير قائم الزاوي. اما في حالة المسلس القائم فده بيكون سهل جدا تلت الارتفاع من جهة القاعدة والتلت من جهة الارتفاع. ازاي? نجد نبص كده رسم بتاعته بالراحة. ادى المسلس القائم الزاوي بتاعي. وده القاعدة بتاعتي. ده قارة المسلس. وده الارتفاع بتاعه. تلت الارتفاع. وفي نفس الوقت التلت من جهة الايه? القاعدة. يعني الزاوية القايمة بتاعت المسلس هي اللي بتحدد لي مركز استقل. بطلع منها تلت رأسي وامشي منها تلت افقي. منين? من عند الزاوية القايمة للمسلس. من عند الزاوية فين مركزها الهندسي? هي او الاستوانة? مركز القرى الهندسي بجيب المركز منتص المركز الدائري من فوق ومن تحت ووصل ما بينهم بخط. هي منتصف الخط دوت. هي منتصف ايه? الخط ده لو جينا نبص هنا ده مركز القرى او الاستوانة الدائرية المنتظمة. ده بنسميه المحور الواصل بين مركزي الدائرتين. بعد كده مركز ثقة المكعب او متوازن المستطيلات او المنشور القائم بيساوي منتصف المستقيمة الواصل بين مراكز ثقل القاعدة. ازاي? ده مستطيل او ده مكعب او متوازن المستطيلات او مشوق او منتصم. لو جينا نبص هنجيب مركز ثقل المربع من فوق او المستقيم من فوق ونفس الوضع برضو بالنسبة اللي بتاحت ونوصل ما بينهم بخط. الخط دوت منتصفه تماما هو مركز ثقل المكعب او متوازن المستطيلات. تاني مركز ثقل المكعب او متوازن المستطيلات او المنشور القائم بيساوي منتصف المستقيمة الواصل بين مراكز ثقل القاعدة. بعد كده عندنا مركز ثقل الهرم القائم او المخروط الدائري القائم بيبقى الربع من جهة القاعدة ربع الارتفاع من جهة القاعدة وتلات تربع من جهة الراس. الربع من جهة القاعدة وتلات تربع من جهة الارتفاع. طب احنا بناخد القوانين دي ليه? بناخدها عشان واحنا شغالين في المسائل بتاعتها او في العنصر الانشائي بتاعتها اللي احنا بننقلها. من مكان التجهيز بتاعها لمكان الانشاء. لازم نكون عارفين الاشكال الهندسية بتاعتنا اللي بيتم بتحسب مركز ثقلها ازاي? اده المنشور. واده اللي هو المخروط. لو جاين نبصل لهم. عندك على يمين الهرم القائم. اده مركز ثقله. ودود المنشور وده مركز ثقله. الربع والتلات تربع. قبل ما نتعرض للمسائل بتاعتنا في عندنا قانون بنشتغل فيه. بنقول لك لو جينا نحسب المسافة بنقول لك سين بتساوي سين واحد. مية واحد زائد سين اتنين واو اتنين على واو واحد زاو اتنين الى مالة نهاية. اي سين واي هي مين? يبقى لازم نعرف او نفك الرموز دي. لازم نفك الرموز دي. سين ديا بتمثل لي بعد المسافة مركز الثقل عن المحور. عن ايه? عن محور السينات او محور الصدار. واو اللي هي وزن الشكل. اللي هي وزن ايه? الشكل. واو عندي ماهيش ثابتة. واو عندي او الوزن ماهيش ثابت. ممكن استبدل واو بالكتلة هتبقى كيف. ممكن استبدله بالمساحة تبقى حاة. ممكن استبدله الاطوال تبقى لام. تمام? امتى استبدل وامتى افضل الشغال زمن? ازا كانت جميع اجزاء الجسم المركب من القطبال منتظمة والمادة واحدة ولها نفس مساحة المقطع. هتبقى الاوزان عندها هنبدلها بايه? بالكتلة. هنبدلها ايه? اسف بالاطوال. القضيب لو منتظم والمادة واحدة ولها نفس مساحة المقطع. هنشيلها ونحط مكان هلام. يبقى استعمل طول او اعتمر على طول القضيب نفسه او الشكل نفسه. تمام? ازا كانت جماعة الاجزاء التي يتركب منها الجسم اجساما مسطحة رقيقة. وكانت كلها من نفس المادة ولها نفس السمك. نستبدل الاوزان بالمساحات. هناك كانت نفس المقطع. هنا جسم رقيق او صفيحة رقيقة. واناها رفضية واناها رفضية من خلال مسائل واحنا شغالين معاه. ازا كانت جميع اجزاء الجسم المركب من القضبان المنتظمة من مادة واحدة وليس لها نفس مساحة المقطع. نستبدل الاوزان بالاحجام. نستبدل الاوزان بالايه? بالاحجام. يعني ايه الكلام دوت? ازا كانت جسم عندي في مجمع والقطبان منتظمة ومن مادة واحدة بس ملهاش نفس مساحة المقطع. يعني واحد مثلا سمك اتنين سنطي واحد سمك اربعة سنطي ديت ماهيش نفس المقطع بتاعنا. فبالتالي هنشتغل على الحجم بدل الوزن. لو كان الشكل له محور تماثل يعني محور تماثل استنى بس كده. محور تماثل دوت عندي شكل مسلا مستطيل او مربع. وفي محور ما عد فيه من نص. وفي محور ايه? ما عد فيه من نص. واسم للشكل لقسمين او لنصفين متسويين تماما. ما بينهم تماثل. ده بنسمي ايه? محور تماثل. في الحالة ديا مركز سيقل هيكون وقع عليه. ويكتفى بحساب بحساب احداثي مركز السيقل الاخر. يعني لو عندي المحور التماثل جاي على محور الصداط محور رأسي يبقى عندي السينات ملهاش بعد عن المركز السيقل عن مركز السيقل اه. فبالتالي يبقى صفر وهحسب على المحور التاني او اللي هو يبقى محور صداط. تمام? ازا كان للجسم محورة تماثل عن محورين تماثل. محورين تماثل وما رفق كان محور واحد بس. اللي هو الرأس او الافقي. هنا بقى اتنين. عند معقول تماسل واحد رأسي وواحد افقي. في الحالة دية نقطة التقاطع المحورين هي مراكز السيقل. نقطة التقاطع المحورين هي مراكز السيقل. ليه? عشان اسمة الشكلين للشكل عندي لشكلين متماثلين تماما متسويين. هنا مش هعوز احسب مركز ثقل للشكل. طيب. القانون بتاعي بيقول سين بتسوي سين واحد واو واحد زائد سين اتنين واو اتنين. عرفنا سين هي ايه? هي بعد مركز ثقل عن مركز المحاور. واو هتبقى الوزن او الكتلة او الطول او المساحة حسب ما تكون موجودة عندنا. صاد نفس الوضع صاد واحد واو واحد صاد اتنين واو اتنين على واحد زائد واو اتنين زي ما اتفقنا عليهم. نفس وضع سين. المسألة الاوانية هناخدها بالراحة ونحلها واحدة واحدة ونفكك رموزها وهي سهلة جدا وده اسهل حاجة ممكن نقابلها في مراكز الثقل. واللي جاي اسهل منها برضو بازن الله. المسألة بتقول الشكل التالي يبين صفيحة رقيقة منتزمة السمك والكسافة. صفيحة رقيقة لو قد نرجع صفيحة رقيقة صفيحة رقيقة لو فاكرين منتزمة السمك والكسافة من غير مكمل هنا هستبدأ الووبحة او الوزن بالمساحة. بناء على ايه? الشروط اللي احنا اتكلمنا فيها من اقل من دقيقة. والمطلوب حساب احداثيات مركز صقالها منسوبة للمحورين المتعمدين واوسين واوسات. اذا شكل الصفيحة عندي. محطوطة على مركزة على المحورين واوسين واوسات. الطول عندي تمانية زائد تلاتة. وعندي الارتفاع ستة سنتي. قبل ما اعمل اي حاجة الشكل ده شبه منحرف. ده ايه? شبه منحرف. قعدته احدشار سنتي. وارتفاعه ستة سنتي. انا ما عنديش حاجة في مراقز السقل او قانون او قاعدة لشبه المنحرف. ما عنديش حاجة لشبه المنحرف. بس عندي حاجة للمستطيل او المربع وعندي حاجة للمسلس. بالتالي هبدأ اقسم الشكل بتاعي لشكلين. يمكن حسابهم. اللي هو المستطيل او المربع او المسلس. يبقى كده الشكل عندي اللي هو اللي شبه المحرف ده او هيدينا عندي شكلين. واحد مستطيل والتاني مسلس. ليه? عشان انا عندي قانون للاشكال دي. اما شبه المنحرف ما عنديش حاجة لها. هنبدأ ان نعمل ايه? هنبدأ ان نقسم الشكل زي ما احنا شايفين مع بعض هنزل خط يوازي الخط الرأس بتاعي اللي هو ستة سنتي بحيث اقسم الشكل اللي قاعدة مسلس قاعدته تلاتة سنتي وارتفاعه ستة سنتي ومستطيل طوله تمانية وعرضه ستة او ارتفاعه ستة. وده يبقى الشكل رقم واحد عندي. والمسلس يبقى الشكل رقم ايه? اتنين. هبدأ احدد مركز ثقل المستطيل. مركز ثقل مستطيل زي ما اتفعنا نقه نقطة الطلاقي القطرين بتوعه. او هبدأ ايس اربعة سنتي على المحور الافقي وايس تلاتة سنتي على المحور الرأس. ليه? مناكدة كده عندي اساسا نقطة الطلاقي القطرين بتوعه. هيدوني كم? تلاتة واربعة. فده ارتفاع تلاتة سنتي. وفي العرض كم? اربعة سنتي. هيبقى عندي مركز ثقل هيبقى كم? اربعة وثلاتة. بالنسبة للمسلس قلنا التلت من تحت والتلت من فوق. يبقى مركز المسلس هيبقى ميم اتنين. من واحد عندي بقت مركز ايه? المستطيل. مركز المسلس عندي اللي هي ميم اتنين. هتبعد تلت. اللي هيبقى واحد سنتي. من جاتل ايه? الارتفاع. وتلتين من عند وتلت تاني من عند القاعدة. وانت طالع على فوق يبقى كم? اتنين سنتي. هيبقى عند الشكل النهائي بتاعي وصل لمستطيل ومسلس. مستطيل وايه? ومسلس. نبدأ نحل نجيب الاول هنستبدل. واو الوزن عندي هنستبدله بالمساحة. هنستبدل عندي وزن ايه? بالمساحة. وده قلناها لسه حالا. اما قرينا رأس السؤال وقلنا صفيحة منتظمة. وكلمة صفيحة منتظمة او شكل منتظم السمك والكسافة. على طول من غير ما نفكر كتير. ما عندش ايه وزن ولا عندي كتلة لكن عندي مساحة. بشتغل على ايه? على المساحة. هجيب مساحة المستطيل اللي هو الشكل الاولاني هيبقى ح واحد هتساوي. ح واحد هتساوي. المستطيل بيتساوي ايه القانون بتاعه? الطول في العرض. الطول في الايه? في العرض. اللي هي ستة في تمانية. ستة في كم? في تمانية او تمانية في ستة دي تمانية واربعين. سين واحد نركز في دية عشان دل يعني ايه? كله يبعد عنها بسرعة. سين واحد عندي اللي هي بعد مركز سيقل الشكل الاولاني عن محور التعامل بتاعي. سين واحد عندي اللي هي مركز الشكل الاولاني. مركز ايه? الشكل الاولان. ميم واحد. هنزل تحت اربعة سنتي ماشية معايا لغاية موصل للمسلس. اربعة سنتي لغاية موصل للايه? للمسلس. وكامل قارة المسلس لغاية موصل لمحور او مركز المحاول. اللي هو واو. يبقى المفروض امشي? من ميم واحد لغاية واو. من ميم واحد لغاية واو تديني كم? اربعة سنتي بتاعة الشكل الاول وثلاثة سنتي كامل قارة المسلس لغاية ما اوصل لواو تديني كلها كم سبعة سنطر. بالنسبة لصد اتنين. صار اتنين بتساوي كم معي? صار اتنين عندي بتساوي المسافة من ميمة اتنين لغاية واو. تديني اتنين سنطر. عشان عندي واحد سنطر رايح ناحية القائم او درق قائم. واتنين سنطر رايحين ناحية المركز بتاع المحاول. مساحة المسلس القائم بتساوي ايه? نص القاعدة في الارتفاع. نص القاعدة كم في الارتفاع? نص القاعدة عندي تلاتة سنتي. نصها واحد ونص. في الستة سنتي ارتفاع يديك تسعة سنتي مكاعد. كده بقى عندي سن واحد وعندي سن اتنين. وعندي صاد واحد وعندي صاد اتنين. نبدأ نعوض في القانون. القانون بيقول ايه? بيقول ان سن بتساوي سن واحد حه واحد زائد سن اتنين حه اتنين. على ح واحد زائت ح اتنين اللي هي بتساوي معي سبعة في تمانية واربعين زائت اتنين في تسعة على تمانية واربعين زائت تسعة بتساوي رقم على سبعة وكمسين بيديني ستة سنتي وواحد وعشرين من مية ديت سين ديت ايه اول في منصوبة لمحور السينات اما اجي احسب محور الصدات هجي احسب محور الصدات هنقول الصد عندي بالساوي تاني صد واحد ح واحد زائت صد اتنين على ح واحد زائت ح اتنين اللي هي بتساوي معي التلاتة في تمانية واربعين زائت الاتنين في تسعة على تمانية واربعين زائت تسعة بيديني ناتج في الاخر بعد ما اخلص عمال حسابية اللي هو اتنين سنتي واربعة وتمين من مية. اتنين سنتي واربعة وتمين من مية عند الصدار. يبقى احداث مركز ثقة للشكل منصوبا للمحورات السينات والصدار اللي هو الافق هو الرأسي هيساوي ستة سنتي وواحد وعشرين من مية. واتنين سنتي وتمانية واربعين من مية. ده بالنسبة للمسألة دي. المسألة يمكن خطواتها كتير بس منجرب ما تعرف فكرتها بتلاقي نفسك مش فيها. اسرع مما كنت متخيل. لو جاي نعمل نرجع على تاني سريعا. اداني مسألة على شكل مستطيل. على شكل اسف على شكل شبه منحرف. شبه المنحرف عندي ملوش قوانين او لو قواعد في مركز الثقل. بالتالي ببدأ اشكل اشكل الشكل بتاعي او اقسمه لاشكال يمكن ايجاد مركز ثقلها. زي المستطيل والمسلس. دول اقرب شكلين عندي لهم آآ مركز ثقل وفي نفس الوقت هما الاتنين دول اللي بيكون عندي مركز بيكون عندي الشكل اللي هو مدهولي. بيبدأ احدد مركز ثقل المستطيل بتاعي اللي هو في المنتصف. هيبقى اربعة والافقي وتلاتعة المسلس اللي هو التلت من ناحية الارتفاع من ناحية القاعدة. والتلت القاعدة من ناحية الارتفاع. هيبقى اتنين سنطي وواحد سنطي. هبدأ اطبق عندي قانون التبديل اللي هو مدام مديني صفيحة منتظمة رقيقة. كسفتها واحدة بنحول او بنغير من الوزن للمساحة. من عشان دي صفيحة رقيقة ملاش ارتفاع ولا لاح سبات كتلة. بعد ما حولت عندي من الوزن للمساحة ما اجيب مساحة الاشكال وبعد ما اجيب مساحة الاشكال ببدأ اعوض في القانون بتاعي بعد حساب بعد مركز ثقل كل شكل عن مركز محور السينات والصادات اللي هو هو. الناتج بتاعي بيديني احداث مركز ثقل في النهاية بالصنطي. في النهاية بالايه? بالصنطي. نتطرق لمسألة اخرى او لشكل تاني. ونجي نبص شوية نركز في دوت عشان هتيجي تلاقي مكتوب في حاجات بالاصمر وحاجات بالاحمر. ليه? نقرأ بالراحة. الشكل التالي يباين جسما مركبا من قطبان منتزمة. من ايه? قطبان منتزمة. ما ايش حاجة رقيقة. يبقى اش هستخدم مساحات. خليك على الوزن زي ما انت. والمطلوب حساب احداثيات مركز ثقلو. منصوبة المحوريني واو صين واو صوت. علما بان كتلة المتر الطولي. اه بقلنا ايه? كتلة المتر الطولي. كتلة. ذكر لي هنا كتلة. ما دام ذكر كتلة يبقى هشيل الواو او الوزن واحطه مكانه كاف اللي هي الكتلة. من الجزء واحد بتساوي اتنين كيلو. وكتلة المتر الطولي من جزء اتنين بتساوي ستة كيلو. المسألة ديت هيبقى فيها حبة تحولات شوية. هنتعامل معها بعد ما نبص على الشكل بتاعنا. ده شكل المسألة بتاعتنا. اللي هو قطبان كل واحد فيهم له مسافاته ولو مقساته. اول قطب طوله اه تمانية سنتي والتاني طوله ستة سنتي. الداني الطول. الداني الطول. القطبين مركبين. كل واحد لهم طوله. هو الداني هنا كتلة كل واحد. كتلة كل قطب لوحده. الشكل الاول انا عندي المتر الطول بتاعه بيساوي اتنين كيلو. الشكل التاني المتر الطول بتاعه بيساوي ستة كيلو على المتر. ستة كيلو على ايه? المتر. تبقى انا عندي المقسات بالسنطي. عادي ايه المشكلة? هنحول من كيلو على المتر لكيلو على السنطي. فيش في ايه مشاكل. طيب اول خطوة بنعملها بحدد مركز ثقل كل قضيب. مركز ثقل كل خاضب عندي اللي هو منتصف القضيب نفسه او منتصف الشكل نفسه. وهنتفاني دول شكلين? كل شكل له. ابعد. يبقى عندي مركز ثقل هيقع في منتصف الستة سنطي. ومركز ثقل اخر هيقع في منتصف التمانية سنطي. هبدأ احول من الكتلة بالمتر للكتلة بالسنطي. لو سود ده اتسبداء الاوزان بالكتل. من تماثل الشكل حول محور السنات هيكون مركز ثقل الوقع على ايه? صفر. اه ده نقطة دي احنا نسناها. طب نسناها ازاي? المفروض كنا ننتبه لها ان عندي محور السنات عندي ووصين ووصين. اسم عندي الشكل نصين متماثلين. عمل عمل تماثل يما فيش عندي ارتفاع يزكر لمركز ثقل اي شكل فيهم. بالتالي يبقى عندي مسافة صاد او مركز الثقل على محور الصاد بي صوي صفر. يبقى انا احسن مركز ثقل على ايه? على محور السنات بس. منسوبا لمحور السنات فقط. ما تجي ننسيبه على محور السنات ونشوف النتج بتاعنا طالع ازاي. الجزء الاولاني هنبدأ نحاول الكتلة اللي هي بتساوي كتلة المتر الطول في المسافة. المسافة الستة سنطة عندي بتمثل كم في المتر? الستة سنطي بتساوي كم في المتر? ايوه هضرب الستة في واحد على مية يديني ستة من مية. يديني ستة ايه? من مية. ابدأ اضرب الاتنين كيلو. في الستة من مية هيدوني اتناشر من مية كيلو جرام. دي كتلة الشكل الاولاني. طيب سين واحد او مركز ثقة للشكل الاولاني هتساوي تلاتة زائد التماني. التلاتة دي جات منين? والتمانية دي جات منين? التلاتة ديت بتاعت الشكل الاولاني عندي شكل واحد طوله كله ستة سنتي منتصفه تلاتة سنتي. ازا رقم واحد. التمانية. التمانية دي الشكل التاني كله كامل لغاية موصل لمركز المحاور اللي هو هو بتساوي تمانية سنتي طول الشكل التاني كله. هيبقى تمانية زائد تلاتة بيساوي كامل? حداشر سنتي. لو جانب بصليها فوق. ادى من واحد منتصف الستة. اكام ملمش لغاية موصل لمركز المحاور اللي هو التمانية سنتي دي ني كامل حداشر سنتي. هبدأ اعوض كافة اتنين. كافة اتنين بالنسبة للشكل التاني اللي بتساوي ستة كيلو في. انا كان عندي طوله كله تمانية سنتي. زي ما انتفقنا التمانية سنتي بتمثل كم في المتر او كم من المتر? بتساوي تمانية من مية. اي حد يقولي تمانية من عشرة? هقول له اسف الاجابة خطأة عشان تمانية من عشرة ديا بتمثل تمانين سنتي. بتمثل تمانين سنتي من المتر. انما هنا عندي تمانية من مية. يعني تمانية سنطي في المتر. اما اضرب الستة في التمانية من مية هيديني التمانية واربعين من مية كيلو جرام على الصنط. كيلو جرام على ايه? على الصنط. سنة اتنين اللي هو مركز ثقل او مركز الشكل التاني. هيتساور باع صنط. هيتساور باع صنطي ليه? عشان اتفقنا انه عند الشكل ده هو منتظم او متساوي. يبقى مركز ثقل وفين في المنتصف? اللي هي منتصف التمانية سنط. منتصف ايه? الظمانية سنتر. لغاية ما وصل للمركز اللي هو واو. اللي هو ايه? واو. يديني كيم? اربعة سنتر. ابدأ عوض. سن بتسوي سن واحد كف واحد زائد السن اتنين كف اتنين. على كف واحد زائد كف اتنين. هابدأ اعوض بالعمل الحسابي. اللي هي الحداشر في تمانية واربعين من مية. زائد اللي اربعة في تمانية واربعين من مية. الحداشر دي هي لمسافة مركز الاولاني لغاية مركز المحاور الاتناشر اللي هي كتلة الشكل الاول عالصنطي زال الاربعة في تمانية واربعين من مية الاربعة مركز الشكل التاني لغاية ما وصل لمركز المحاور في تمانية واربعين اللي هي كتلة الشكل التاني على الصنطي على اتناشر من مية زال تمانية واربعين من مية بيدوني ناتج ناتج بتاعي مبدأ يجيبه يديني الاخر خمسة واربعة من عشرة. في الحالة دية مركز الثقل هنا بتاع الشكل يسوي ايه? هتكتب كالتالي. مركز ثقل الشكل بيسوي خمسة واربعة من عشرة بتاعت محور السينات. وصف. تب ليه ما قدمتش الصفر? واخرت الخمسة واربعة عشان الملتزم عندي السينات قبل الصدات او المحور الافقي قبل المحور الرأسي. تمام? مساءة مساءة تانية. عين احداثيات مركز ثقل المساحة المبينة بالشكل التالي. عندي شكل عايزين نعين مركز ثقل المساحة بتاعته. منسوبا للمحورين متعمدين واوسين واوساط. واوسين واوساط. نجد نبص كده عليه. منسوبا للمحورين المتعمدين واوسين واوساط. اثناء رسم الشكل وجدنا انه هو مديني. سين واحد سين اتنين صد واحد صد اتنين. يعني مديني محاور تماثل مديني محاور ايه? تماثل. دي الحالة التالتة في مراكز الثقل. دي الحالة التالتة في مراكز الثقل. ان عندي محور رأسي صدات ومحور افقي سينات بيقسموه للشكل لقسمين او لشكلين متماثلين تماما. بالتالي مش هتطبق القانون دوت لكن هتطبق ايه? القانون التماسل اللي هو نقطة طلاقي او تقاطع محورات تماثل هي مركز الثقل. تاني نقطة تقاطع او طلاقي محورات تماثل هي مركز الثقل. نشوف مع بعض سين هتساوي. الارتفاع عندي كله اربعين سنتي. الاسف. الارتفاع السين عندي بتساوي تلاتين سنتي. اللي هو البعض الافقي. البعض الافقي عندي بيساوي كم? تلاتين سنتي. هيبقى سين هتساوي تلاتين على تلاتين. تلاتين على ايه? على اتنين عشان اجيب المنتصف بتاعه. هتساوي خمسشار سنتي. طب والصاد. السين هتساوي الارتفاع الكامل اللي هو الاربعين سنتي على الاتنين اللي هي بتساوي عشرين سنتي. بتساوي كم عشرين سنتي. يبقى هنا مركز الثقل الشكل خمستاشر سنتي بتاعة محور السينات. وعشرين سنتي بتاعة محور الصداء. ده احداثي مركز سقل الشكل. لما نجي نبص مع بعض على نوع تاني من مسائل. دي مسألة مش هحلها كلها. هنحل جزء منها. الجزء التاني هيبقى مطروك لك. ايه المسألة دي? عين احداثي مركز سقل المساحة المبينة بالشكل التالي. منسوبة للمحورين المتعمدين ووسين ووساط. ايه ده الشكل معنا. عفوا. ايه ده الشكل معنا. قضي بين. ايه شكل حرف تي. اللي ابعد موضحها معي. كامل الارتفاع محور الصداء. عشرين سنتي. القاضي بالافقي. اللي هو ارتفاع الواحد واثنين سنتي. والرأسي ارتفاع الواحده اتناشر اتمنتاشر سنتي. ومحور الصداء عندي. محور الصداء عندي عشرين سنتي. و ده كامل الطول بتاعه. تمام? نبدأ افنط المسألة دي. المسألة دي جمع معي حالتين. جمع معي حالتين. الحالة الاولى اللي هي ان انا هشتغل على محور تماثل لشكل واحد بس مش شكل ايه? الحالة التانية ان اشتغل على شكل القاضي بالمنتظم بدون اي تماثل. لو جاي نبص صد واحد صد اتنين ده محور تماثل في الشكل. هيبقى محور او مركز صقل الشكل الاولاني اللي هو بتاع السنات يقع عليه. مركز صقل السنات ايه? يقع عليه تماما. في الحالة دي مش هحسب مركز صقل السنات. يبقى هحسب مركز صقل على ايه? على محور الايه? الصداط. نشوف مع بعض الاول. سين بتساوي عشرين على الاتنين. عشرين ديت اللي هي كامل ارتفاع الشكل. كامل ايه? ارتفاع الشكل. اللي هي عشرين سنتي بتاعتي. وما ان الشكل مكون من مستطيل ايه? انا عندي بالفعل مستطيل افق ومستطيل رأسي. يبقى معنا هنستبدل خد بالك هنستبدل الوزن بالايه? بالمساحة. هنستبدل هنا الوزن بالايه? بالمساحة. ليه المساحة? علشان انا احل الشكل بتاعي بسهولة. الجزء الاول الجزء الاول بتاعي. اللي هو بيمثل مساحة المستطيل الاجبر اللي هو العشرين سنتي مستطيل الافق عندي دهو. ده عندي صد واحد. اللي هو العشرين سنتي في اتنين بتساوي اربعين مساحة المستطيل الاولي كام عشرين سنتي في اتنين بتساوي اربعين. جبت اتنين من الان Squid as ils اما اشوا معضها عندي. لو جاء نبص عندي على فرق الارتفاع هتلاقي ارتفاع الشاكل مع بعض عشرين سنتي. وارتفاع المساطير الرأسي الواحده تمنتاشر سنتي. الفرق ما بينهم يدين ارتفاع المساطير الافقي اللي هو الاثنين سنتي. انا معتقد ان كده ايه? وضحت ازاي اقدر اجيب مقاس لو مجهول عندي في المسألة. تمام? طيب. هنجيب مساحة تانية? ولا هنجيب صد واحد مباشر? نجيب صد واحد الاول. صد واحد هنا هتيجي في منتصف القضيب الافقي. تماما. لو جيت احسب على الارتفاع. هلاقي عندي الارتفاع عندي اتنين سنتي. منتصفه كم? واحد سنتي. بالتالي هبدأ اجمع الواحد على التمنتاشر. عشان اديني كم? التسعة شهر سنتي بتوعي. اللي هو البعد من مركز السقل الشكل الاولاني. اللي هو الافقي. وصولا الى مركز المحاول. مركز الايه? المحاول. الجزء التاني اللي هو الرأسي. مساحة وتساوي التمنتاشر في اتنين. هالسلاطة ماتشار في ايه? في اتنين. جبتي منين لاتنين سنتي ديت وما هيش موجودة. ميش موجودة على الرسم. وما فيش حاجة اقدر احكم بها ان ديت فرق مقاس عن مقاس. لو جاي نرجع على رأس المسألة هيقول لك منتظمين. القاضبين منتظمين. القاضبين ايه? منتظمين. يعني قطاعهم واحد. قطاعهم ايه? واحد. هيبع عندي التمنتاشر دورة فرقة دورة. في الاتنين سنتي بيدني ستة وتتين سنتي مكاعدة. صد هنا هتساوي الارتفاع على اتنين اللي هي التمنتاشر على اتنين. عشان المنتصف الشكل عندي يديني مركز السقر. اللي هي بتساوي تسعة سنتي. هبدأ احسب تطبيق القانون. هطبق هناك قانون كامل ولا نصه? ولو هطبق نصه. هطبق ايه بالزبط? لو نفتكر مع بعض في الاول قلنا سين عندي بتساوي ايه? سين عندي بتساوي صف? سين عندي بتساوي صف? يبقى انا هشتغل عندي منين من عند الصاد. اللي هي صاد هتساوي صاد واحد في ح واحد زائد صار اتنين في ح اتنين على ح واحد زائد ح اتنين. تاني تطبيق القانون في الحالة دي. هنقول المحور السنات عندي اللي هي سين عندي بدأت اداتني صفر. عشان عندي محور تماثل. جاي في منتصف المحور ماليش عندي مركز السقر على محور السنات. اما محور الصادات فمنسبله مركز السقر. اللي هو طلع معنا كم? يطلع معايا بنوع القانون. صد بتساوي صد واحد في ح واحد زائد صار اتنين في ح اتنين على ح واحد زائد ح اتنين. مركز السقر في الاخر بيساوي عشرة واربعتاشر وستة وعشين من مية. العشرة دي جات منين? لو جينا نفتكر. العشرين عبل اتنين جات بعشرة. وعندي مركز السقر اللي الصادات عندي او حساب مركز الصادات عندي. لو تفتكر بعد التجمع بتاعتنا يديني كم? اربعتاشر ستة وعشرين. قبل ما تنقل المسألة التانية او لنقطة تانية. وانت شغال على الاحل حزبة مش هديك الناتج مباشر. مش هديك الناتج مباشر. بالعكس. بديك ناتج رقم وجنب منه خمس ستة ارقام. في مركز السقر بتقرب لاقرب رقمين عشريين. لاقرب ايه? رقمين. يعني عساب المسال الاربعتاشر ستة وعشرين من مية ديت في الاساس على الاحل عندك او على حساباتها بيتك اربعتاشر اتنين ستة خمسة. اتنين اسف اتنين خمسة ستة اتنين خمسة ستة. هنا بابدأ اقرب الستة للخمسة واخد معي اخر رقمين بعد العلامة العشرية. تبقى اربعتاشر وستة عشرين من مية. ديت تاخد بالك منها كويس جدا وانت بتقرب. في مركز السقر وتكتب ملحوظة كده لو جات لك مسألة بالشكل دوت. وقالك فيها تقريب تكتب تم التقريب لاقرب رقمين عشريين. تكتبها كده صراحة وواضحة. تم التقريب لاقرب رقمين عشريين. تمام? في عندنا مسألة تانية او نوع تاني من مسائل ودي من مسائل جميلة جدا اللي فها فكر شوية. وانا اتعمل معها. ده عبارة عن ايه? مسألة عبارة عن قضيب كامل طوله اتناشر سنتي. طوله ايه? اتناشر سنتي. طبعا كل يسمع كلمة قضيب منتزم اتناشر سنتي هيفرح. لأ تعالى بس اخد بقى الفكرة. الفكرة هنا ان القضيب ده تم تقسيمه لتلات اجزاء. تم تقسيمه لتلات ايه? اجزاء. التلات اجزاء دول اللي عملولي مسلس. عملولي مسلس. مقساته تلاتة فاربعة في خمسة سنتي. تلاتة فاربعة في خمسة سنتي. والمسلس دوت قائم الزاوية. والمسلس ده ايه? قائم الزاوية. هيتحسب ازاي? ما تيجي نشوفه مع بعض. ونشوف فكرته ونشوف طريقة حله. المسلس دوت او القضيب ده بعد ما التنه كوان للشكل التالي. كوان للشكل الهون التالي. لو جدتوا بص هتلاقي القاعدة اربعة سنتي ارتفاع تلاتة والوطن ما بينهم خمسة سنتي. محور الصداط عليه الارتفاع التلاتة. محور الصداط عليه القاعدة اربعة. وعند الوطن ما بينهم خمسة سنتي. في الحالة دية هنحسبه ازاي? عادي جدا بدون اي مشاكل. بحدد كل مركز بعتبر ان كل شكل من دول او كل ضلع من دول شكل. بعتبر ان كل ضلع من دول شكل. يا مصر هم مش مسلس? لا يا حبيب مش مسلس. هم شكلوا المسلس. وده اضب منتظم. وده اللي انا عايز احسبه. ده ايه? قضيب منتظم. كامل. قضيب منتظم كامل. تم تقسيمه. وانا هبدأ احسب القضيب بعد تقسيمه. بس بنفس خاصيته زي ما هي. ما هوش مسلس. ما هوش ايه? مسلس. فبالتالي ببدأ احسبت او ببدأ احسب وحدد كل مركز ثقل لكل ضلع من اضلع ديات كأنها شكل هندسي كامل. ازاي? بعمل عندي شكل واحد وشكل اتنين وشكل اتنين. شكل واحد عندي او مركز ثقل اولاني لشكل اولاني. بيبقى على ارتفاع المسلس. على ارتفاع ايه? المسلس. مركز ثقل الشكل التاني. بيبقى على قارة المسلس. مركز ثقل الشكل التالت بيبقى على وطر الايه? المسلس. والمسلس هنا عندي ما هو الا رمز. ما هو الا ايه? رمز. هنبدأ. نتعامل. بس قبل ما تعامل مع الشكل عندي هنا. هحط الملحوزة بتاعتي ودي الحالة التالت الحالة الرابعة من حالات مراكز السقل اللي استبدال الاوزان بالاطوار. استبدال ايه? الاوزان بالاطوار. يبقى هنا مش هشتغل على واو لكن هشتغل على لان. اللي هو طول الشكل. طول الايه? الشكل. الجزء الاولاني. هنبدأ نحسب طوله الاول. لو واحد بتستيقى طرد سنطر. طب محسوبة انا احسب ايه يعني? فيش فقى حزبة. احنا انا هنستبدل الاوزان بالاطوار. تمام? بعد ما استبدلنا الاوزان بالاطوار ابدأ احسب مركز السقل. احسب ايه? مركز السقل. سين واحد بصفر. طب سين واحد بصفر ليه مصطر. ها هي مش واقع عندي. المركز السقل اللي هو واقع على محور الصادات اللي هو قسم للشكل النص هو متساويين? خدها بقى قعدة. وما تغيرها. ازا كان محور الصادات اللي قسم الشكل لشكلين متمثلين تماما في الحالة دي سين بتسوي صفر. سين بتسوي ايه? صفر. وازا كان محور السينات هو اللي قسم الشكل عندي لشكل المتمثلين تماما في الحالة دي صاد هي اللي بتساوي صفر. لغاية كده في مشاكل. تاني. خد عقاعدة عندك. لو عندك السين اللي اللي اسمالي الشكل اللي شكل المتمثلين. واخده عندي من نص معدام منتصف الشكل. وعمل لي تمثل في الشكل. في الحالة دي صاد بتساوي صفر. اما ازا كامل الصاد او المحور الرأسي هو اللي اسم للشكل المحورين او لشكل المتمثلين تماما في الحالة دي سين هي اللي بتساوي صفر. لغاية كده في حاجة نكمل. في الصاد واحد بتساوي نص المسافة. نص الايه المسافة? انا كان عندي سين واحد بصفر. عشان ماليش عندي بعد على محور الصادات او اسم الشكل عنده منتصف اللي شكلين متمثلين تماما. بيتركت سين بصفر. صاد عندي هي اللي لها مسافة. اللي هي نص المسافة. نص الايه المسافة? طب نص الايه هي بيجي مسلس. هو مش ده مسلس? لا مش مسلس. حتى ما ده قضيب واسمنا المسلس ده. اضاء قطبان حسب مأساتهم. حسب ايه? مأساتهم. يبقى عندي مركز استقيقي يقع فين? هيقع في منتصف القضيب تماما. ولو جيت ترجع لأول شي اشتغلنا عليها ان اي قضيب منتظم مركز استقيقي يقع فين? في المنتصف. يقع في المنتصف تمام. يبقى صاد واحد بتساوي كم? تلاتة على اتنين. هابدأ اخش على الجزء التاني او الشكل التاني. الشكل التاني طوله باربعة صنط. لام دي صريح. شكرا. مش عايز منها حاجة. اما سين اتنين بتساوي اربعة على اتنين. سين اتنين بتساوي كم? اربعة على اتنين. طب صاد اتنين هتساوي كم? صاد اتنين هتساوي كم? انا كان عندي فوق سين واحد اللي كاتبه صفر. هنا سين اتنين بتساوي كم? لو جان نركز ان السينات اسمال الشكل نصين. السينات اسمال الشكل ايه? نصين. في الحالة دي زي ما اتفقنا ان السينات هتساوي صفر. صار اتنين بتساوي كم? بتساوي صفر. نخش عالشكل التالت. نشوف اللي فيه. الشكل التالت اللي هو العضو او الوطر بتاع المسلس. وطر ايه? المسلس. وطر المسلس مبدئيا لام بتساوي خمسة. لام بتساوي كم? خمسة. اللي هي لام تلاتة? لام تلاتة بتساوي خمسة سنطي. طيب. سن تلاتة بتساوي كم? سن تلاتة سوى اربعة على اتنين. اللي هي تساوي اتنين سنطي. طب اربعة على تساوي اتنين سنطي ليه? واربعة منين. انت ايه الارقام دي? الارقام دي هي تم جان نحسن بعد مركز السقل بتاع الجزء التالت لان هيقع على تقاطع الاربعة مع التلاتة سنطي. اللي هي تساوي اتنين سنطي وواحد ونصف سنطي. منتصف التراتة سنتي ومنتصف الاربع صنطي. منتصف الاربع صنطي. لو جلنا نوصل لهم ببعض الاربع طلعناها الفوع. والتلاتة سنتي والتلاتة سنتي وصلناها. على المستقى الافقي. يبقى كده وصلنا الكيم لمنتصف او لمركز المركز المنتصف ليه العدو التالت عندي. اللي هو العدو المائل. صد تلاتة بتسوي كيم. واحد ونص سنتي. يبقى كده حسبت الاطوال حسبت السينات حسبت الصادات هنبدأ ان اعوض في القانون بتاعنا هنبدأ ان اعوض في القانون بتاعنا اللي هو سين بتساوي سين واحد في لام واحد زائد سين اتنين في لام اتنين زائد سين تلاتة في لام تلاتة على لام واحد زائد لام اتنين زائد لام تلاتة. وصاد بتساوي صاد واحد في لام واحد زائد صد اتنين في لام اتنين زائد صد تلاتة في لام تلاتة على لام واحد زائد لام اتنين زائد لام تلاتة. ايه ده شكل القانون بتاعنا? هنجري العمالة الحسابية انت هتجريها والنتج بتاعك في الاخر عشان تأكد منه ان هو صحيح او خاطئ. هيساوي واحد ونص هو واحد سنتي دي احدى السيارات مركز الصقر. وبنهاية المسألة الاخيرة بتاعتنا اللي هي قادر منتظم اللي تم تقسيمه لتاعت اشكال. ينتج عنها ان احنا اخدنا الحالة الاولى الصفاحة الرقيقة اللي فيها استدلنا ان هو الوزن بالمساحة. واخدنا ازاي نقدر نحل مسألة فيها عند محور يمر منتصف الشكل. وعرفنا في حالة مرور المحور السينات على الشكل يبع عندي الصاد بتصوي صفر. ولو الصاد اللي بيمر منتصف الشكل يبع عندي السين اللي بتصوي صفر. ودي كانت الحالات بتاعت مراكز الصقر. ودي قد قواننها. ودي اشهر او المسائل اغلب المسائل الخاصة بها. نتمنى لكم التوفيق واللغات هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم معاتي بالتمانيات بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. اشتركوا في القناة